المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي تصحبكم خلالها سمير عبدالله والبداية دوما بأبرز العناوين تغيير كبير يطال التشكيلة الحكومية الرسمية يجب أن يكون الحكم على الأداء وليس على الأسماء الغانم الحكم على الوزراء من خلال الأداء طريقة التعيين على حسب الولاء رئيس الوزراء أنت المسائل في تعطيل والشل الحياة البرلمانية السؤال اللي راح أوجهلك وإذا ما تحول راح يتحول إلى استجواب استجوابات نيابية فور أعلان تشكيلة الحكومية فريق أمني كويتي أيضا يقوم بزيارة من الكويت للمشاركة في عملية البحث والتحري في رومانيا وفد أمني كويتي يشارك البحث عن المفقود محمد البغلي في مشهد مهين الأسد ممنوع من اللحاق ببوتين وفي النشرة بعد غياب طويل السينما في السعودية حاملة في طياتها تغييرا كبيرا بلغ 60% شهدت التشكيلة الحكومية الجديدة تغيير ثمانية وزراء بينهم اثنان من أبناء الأسرة الحاكمة وأصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتم تعيين الشيخ ناصر صباح الأحمد نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع والشيخ صباح الخالد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية والفريق الشيخ خالد الجراح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية كما تم تعيين أنس الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة للشؤون مجلس الوزراء ونايف الحجرف وزيرا للمالية وهند الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب كما تم تعيين محمد الجبري وزيرا للإعلام والشيخ باسل الصباح وزيرا للصحة وتعيين بخيت الرشيدي وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء كما تم تعيين جنان محسن رمضان وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات وتعيين حامد العزمي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي وتعيين حسام الرومي وزيرا للإشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية وتعيين عادل مساعد الجار الله الخرافي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وتعيين المستشار فهد العفاسي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ومن المتوقع أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية بين يدي سموه الأمير غدا الثلاثة وكان أمير البلاد قد استقبل صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث رفع إلى سموه أسماء أعضاء تشكيل الحكومي الجديد وجدد الشيخ جابر العهد أمام أمير البلاد بأن يكون أهلا للثقة في حمل المسئولية مشددا على أنه سيسعى إلى خدمة الوطن في ظل التوجيهات السامية السديدة ولافتا إلى حجم التحديات والقضايا العالقة التي تستوجب العمل الجاد لمواجهة الصعوبات التي قد تعترض مسيرة العمل والإنجاز ترجمة نانسي قنقر هذا وقد لقى خبر إعلان التشكيل الحكومي ترحيبا برلمانيا حيث أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضرورة التعاون بين المجلس والحكومة الجديدة لتحقيق طموحات الشعب الكويتي مشددا على ضرورة أن يكون الحكم على الأداء وليس على الأسماء ورحب الغانم بوجود تسعة وجوه جديدة بعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة التي بالتأكيد نتمنى لها كل التوفيق بتحقيق المهمات الجسام والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق وجود تسع أوجه جديدة ما يعني أنه فريق عمل شبح جديد يجب أن يكون الحكم على الأداء وليس على الأسماء ويجب علينا أيضا في المجلس أن نمديد التعاون لهذه الحكومة ونطلب منهم أيضا التعاون مع المجلس لتحقيق طموح ابناء الشعب الكويتي بشكل عام يجب أن نكون متفاعلين ونتمنى من الجميع التعاون وأن نعمل سويا لخلق انفراجات سياسية وأن يعمل المجلس والحكومة يدا بيد من أجل مواجهة كل التحديات التي تواجهنا متمنيا للحكومة الجديدة كل التوفيق إن شاء الله كل نائب من حق أن يبدي رأيه في التشكيلة الحكومية ليس لأحد الحق في أن يحجر رأيه أي شخص سواء في عودة بعض الأسماء أو دخول الأسماء جديدة أو غيرها هذه آراء تحترم بالتأكيد ما في رأي موحد للجميع لكن أنا رأيي الشخصي بأن الآن هذه حكومة جديدة تشكيل جديد من كان يعتقد بأن التغيير سيكون بسيط واحدة أو اثنين لا التغيير تسع وزراء جدد أعتقد يجب أن يعطوا الفرصة وأن يكون الحكم على الأداء وليس على الأسماء الغانم تحدث شارحا آلية التعامل مع طلبات الجلسات المقدمة بشأن القدس وبشأن بعض القوانين معلنا تعويض كل الجلسات الماضية التي لم تنعقد بفعل غياب الحكومة فيما يتعلق بالجلسة الخاصة بخصوص موضوع القدس أخبرني معا لنعم رئيس منسل وزراء ووزير الخارجية في مكالمة هاتفية اليوم بأن الحكومة على استعداد للتعاون مع المجلس وحضور هذه الجلسة وذلك لهذا الموضوع من أهمية قصوة إلا أنه طلب أن يتم التنسيق بموعد غير يوم الأربعاء وذلك الارتباطه بزيارة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للقمة الإسلامية في تركيا والتي ستناقش ذات الموضوع فهو المعني بالأمر وهو من سيلقي البيان ونقلت رغبته إلى الأخوة مقدمي الطلب وأيضا وجدت جاوب الاسم رغم واحد كان الدكتور محمد الحويلة وكان فيه جاوب بأن يتم تحديد موعد للجلسة الخاصة وأن تكون جزء من الجلسة العادية التي سأدعو لها الأسبوع القادم وأن لم تكن في الجدول لكن سأدعو يوم الثلاثة القادم ستكون هناك دعوة موجهة المجلس لجلسة عادية فيما يتعلق في جلسة أخرى كانت مقدمة تتعلق بقوانين هذه كانت من قبل استقالة الحكومة قوانين التأمينات وغيرها ومقدم الطلب الأول كان الأخ محمد الدلال وأيضا تحدث معاه وتم التنسيق بأن يتم نقل الطلب إلى بدايات الجلسات الإنعقاد العادية الجلسات التي لم تعقد بسبب استقالة الحكومة تكلم عن الجلسات العادية أنا واثق بأن أستطيع أن أعوض هذه الجلسات في أقل من شهر أو شهر ونص يعني عادة في الشهر تكون هناك جلستين اللي طافنا بسبب استقالة الحكومة جلستين أو ثلاث سيتم تعويضها بالتأكيد خلال أول شهرين قادمين فما عندنا مشكلة من ناحية عدد الجلسات في دور الإنعقاد لن يكون أقل من أي دور الإنعقاد آخر وفور الأعلان عن التشكيلة الحكومية خرجت التصريحات النيابية التي توقفت عند عودة بعض الوزراء المؤزمين فيما انتقد البعض الآخر طريقة تعيينهم النائب رياض العدساني ذهب في تصريحه إلى الإعلان عن نيته استجواب رئيس الحكومة المتسبب برأيه في شل الحياة البرلمانية عطلوا الجلسات أكثر من 40 يوم حتى تاريخ اليوم 11-12-2017 عطلوا القوانين شلوا البلد كانوا يقولون أن ظروف خارجية وظروف إقليمية وداخلية كان الأصل أن يشكلون الحكومة بصفة الاستعجال نقول رئيس الوزراء أنت المسائل في تعطيل وشل الحياة البرلمانية وأنت مسؤول عن كل وزير وإذا كان تعتقد الحكومة أو بعض نواب نسلومة أننا خايفين من الحل محنا خايفين من الحل رح نطبق ما نشوفه صحيح أولا ما يضرر بالعالمين ثم ما يملي ضميرنا وبرا بالقسم ونطبق الدستور كاملا فطريقة اللي صارت أنا أقول طريقة عشوائية فوضوية سياسية شخصية ما بيقول الكل لكن البعض فكانت الأمور صح بالسابق ما تصير بالشكل الصحيح ولكن أفضل من الحين حين أغلب أعظم يسلمون مستائين من تشكيل الحكومي وبالذات شعب الكويت الكريم مستاء من تشكيل الحكومي لازمنا نفس الطريقة التقليدية لا طبنا ولا غد الشر نفس الشي طريقة المحاصصة وطريقة التعيين على حسب الولاء وعلى حسب المصلحة الانتخابية وعلى حسب المصلحة الاقتصادية بعد انتظار قريب أربعين يوم لم نتفاجئ لأن هذا هو المتوقع هددت النائب صفاء الهاشم باستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح على خلفية تصريحها بتكفل الكويت لنفقات علاج ومعيشة الوافد المصري المصاب في مشاجرة متسائلة هل تكفلت الحكومة المصرية بالمواطنين الكويتيين المعتدى عليهم؟ الهاشم قالت إن لم تجب الوزيرة على أسئلتها فإنها ستقوم باستجوابها أرى وزيرة الشؤون تتكفل بالعيش المريح لوافد انطق في مشاجرة عادية مع مواطن الكويتي والقضية منظورة في القضاء وللحن لا ندري من هو المعتدي ومن هو المعتد عليه ومع ذلك تتكفل شنو نوع التكفل؟ شنو حجمه؟ ما هي قيمته؟ مصدره؟ هل هو من المال العام؟ على أي أساس؟ عندنا قانون عمل ويطبق كل اللي موجود أنا ما قلت ما نتكفل إنسانياً كاهو قاعد يتعالج في إحدى المستشفيات الحكومية نعفي من الرسوم السؤال اللي راحه وجهه لتش وإذا ما تحول راح يتحول إلى استجواب هل سبق انتكفلت الدولة بحالات سابقة مشابهة؟ أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي أن وفداً أمنياً كويتياً سيشارك السلطات الرومانية في عمليات البحث والتحري لمعرفة مصير المواطن الكويتي محمد البغلي المختفي منذ 2015 وأشاد الخبيزي في تصريح عقب مشاركته في حفل سفارة رومانيا لدى البلاد بعيدها الوطني بالعلاقات الكويتية الرومانية التي تعود إلى نحو أكثر من 55 عاماً تم خلالها التوقيع على 22 اتفاقية تعاون الحكومة الرومانية تعمل جاهدة مع السفارة من خلال وضع أولوية لها في البحث عن المواطن الكويتي المرغود هناك فريق عملي كويتي أيضاً يقوم بزيارة من الكويت للمشاركة في عملية البحث والتحري أطلقت الشركة طيران الجزيرة نسخة 2018 من برنامج ورش العمل الاستشارية التي تقام بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وذلك بعد نجاح العام الأول من البرنامج حيث قدمت مجموعة في الجامعة مكونة من أربعة طلاب مشروع تخرجهم الذي اعتمد على دراسة لطيران الجزيرة وذلك ضمن برنامج الماجستير في إدارة الأعمال يشهد قطاع صناعة الطيران في الكويت نمواً سريعاً وتحافظ طيران الجزيرة على مكانتها الرائدة كشركة منخفضة التكلفة محلياً وإقليمياً ونشير هنا إلى أننا نخطط لتحقيق نمواً كبيراً على مدى السنوات الخمس المقبلة ولذلك نحن حرصون على الاستثمار في تجارب تعليمية جديدة لتوسيع وتطوير قاعدة معارفنا ومن هنا سيتاح للطلاب الوصول إلى شبكة الجزيرة المتنامية من المهنيين وفريق العمل والمشاركة في العديد من المشاريع قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر لغيان إن المؤسسة بدأت بتسليم المواطنين أدونات البناء لما يقارب 7600 قسيمة في مشروع توسعة الوفرة وغرب عبدالله المبارك السكنيين وأضاف اللغيان في تصريح على هامش افتتاح معرض الصناعات والبناء السابع أن تكلفة المشروعين بلغت حوالي 760 مليون دينار من خلال القروض الإسكانية المقدمة من بنك الاعتمان ومواد الدعم المقدمة من وزارة التجارة والصناعة بدأ المواطنين في استلام أدونات البناء لحوالي 7600 قسيمة في مشروع توسعة الوفرة ومشروع غرب عبدالله المبارك هذه المشاريع حقيقة ستكون تكلفتها تتجاوز 760 مليون دينار كويتي من خلال القرض الإسكاني المقدم من بنك الاعتمان الكويتي ومن خلال مواد الدعم المقدمة من وزارة التجارة والصناعة ألقت شرطة نيويورك القبضة على منفذ هجوم منهات وهو يرتدي حزاما ناسفا معلنة أنه أصيب إصابات بلغة وبحوزته قنبلة يدوية كما أفادت بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة من جهته قال حاكم نيويورك أن عملية منهات هجوم إرهابي فاشل وأن القنبلة كانت بدائية الصرع وكشفت السلطات عن هوية منفذ الهجوم واسمه عقائد الله من بنجلاديش ويبلغ من العمر 27 عاما يسكن في بروكلين وانفجرت قنبلة انبوبية على رصيف بمحطة مترو أنفاق قرب منطقة تايم سكوير في منهاتن للمرة الأولى قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة المفاجئة إلى سوريا زار خلالها قاعدة حميميم العسكرية في اللاذقية حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد وقال بوتين أن روسيا ستحتفظ بقاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية وقالت وكالات أنباء إعلامية روسية إن بوتين أمر بسحم القوات الروسية من سوريا وفي موقف لافت حدث أثناء زيارة بوتين لقاعدة حميميم العسكرية منع ضابط روسي رئيس النظام السوري بشار الأسد من اللحاق ببوتين ويظهر تسجيل مصور إهمال بوتين للأسد من خلال حديثه مع مجموعة من الضباط الروس وتركه خلفهم وعندما تقدم بوتين إلى إلقاء كلمته أمام العسكر الروس لحق به الأسد ليقوم أحد الضباط بإيقافه والطلب منه عدم اللحاق بالرئيس الروسي بعد عقود من الغياب دور السينما في السعودية ستارى النورة مطلع العام القادم وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الثقافة والإعلام في المملكة ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما وسيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة وقالت الوزارة إن العروض ستكون متوافقة مع القيم والثوابت المرعية بما يضمن تقديم محتوى مثير وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية مشيرة إلى أن افتتاح دور عرض السينما ستوفر أكثر من ثلاثين ألف وظيفة دائما ومائة وثلاثين ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030 ومن المتوقع مساهمتها بأكثر من تسعين مليار ريال في إجمال الناتج المحلي تصدر وسم البحرين تقاوم التطبيع التريند في البحرين وذلك عقب زيارة وفد جمعية هذه هي إلى البحرين عفوا هذه هي البحرين إلى الأراضي المحتلة في فلسطين وعبر عدد من المغردين البحرينيين عن استياءهم من الزيارة ورفضهم لها والتطبيع مع الكيان الصهيوني المزيد في تقرير خالد الفارس وقف البحرينيون سنة وشيعة ضد زيارة وفد بحريني من جمعية ما سمي هذه هي البحرين للأراضي الفلسطينية المحتلة على اعتبار أن الوفد الذي يقوم بعمل الزيارة لا يمثلهم ولا يمت بصلة لهم معلنين تبرؤهم منه بشكل كامل وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم تصدر التريند البحريني تحت عنوان البحرين تقاوم التطبيع تنديدا بتلك الزيارة ومعلنين براءتهم من الزيارة ومن الوفد الذي يقوم بها ومستذكرين من خلال الوسم جيش البحرين لتحرير فلسطين عام 48 المقدسيون وحراس المسجد الأقصى كانوا قد منعوا بدورهم الوفد البحريني من الدخول إلى المسجد معتبرينه مطبعا مع الاحتلال أما في غزة فقد اضطر الوفد إلى إلغاء الزيارة لأن البيض الفاسدة والأحذية كانت بانتظاره قرب معبر بيت حانون لمنعه من دخول القطاع المحاصر وكذلك تبرأ عدد من الكتاب والصحفيين ورجال الدين البحرينيين من الوفد وزيارته للأراضي المحتلة وهكذا استطاعت القدس وإعلانها عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب أن يجمع شعب البحرين على قلب رجل واحد خالد الفارس الراي البترولية المتكاملة توقع العقد الأخير تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية وقعت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة العقد الرابع والأخير لتوريد التكنولوجيا لمشروع البترو كيمويات مع الشركة جريس الأمريكية وستقوم الشركة الأمريكية بتدريب الشباب الكويتي كما تم الإفصاح عن خطة لابتعاث مجموعة من مهندس الشركة لأمريكا وفرنسا بهدف تمكين التكنولوجيا في المشاريع التي تنفذها الشركة تدريب وتأهيل موظفين الشركة فهناك خطة لابتعاث مجموعة من المهندسين الشركة سواء في مكتب المرخص في أمريكا أو مكتب الشركة اللي راح تنفذ أعمال هندسية في فرنسا فإن شاء الله راح نقوم بتأهيل وتوطين التكنولوجيا عندنا بالشركة أغلقت برصة الكويت تداولاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة حيث اختتم المؤشر السعري تعاملاته متراجعا بست نقاط وسبعة أحشار النقطة في حين تراجع الوزني بنقطتين وسبعة أحشار النقطة أما مؤشر كويت خمسة عشر فقد أنهى تداولاته متراجعا بنقطة وعشر نقطة وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق ثمانية ملايين دينار في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة أربعة وأربعين مليون وتسعمائة ألف سهم مباركة خليجية لاستضافة الكويت خليجي ثلاثة وعشرين التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل مجددا أهلا بكم بارك اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إقامة بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في الكويت هذا الشهر بعد رفع الإقافة الدولي عن النشاط الكروي الكويتي وقال الاتحاد في بيان عقب اجتماعه التشاوري برئاسة رئيس الاتحادي القطر والخليجي الشيخ حمد من خليفة الثاني إن المجتمعين بحثوا تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة الكويت للوقوف على جاهزيتها لاستضافة البطولة وأضف البيان أنه تم الإطلاع على نتائج القرعة التي اعتمدت سابقا في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي عاد إلى البلاد قادما من تايلند وفد منتخب الوطني للدراجات المائية المشارك في بطولة كأس ملك تايلند التي أقيمت في مدينة بتايا واستطاع من خلالها اللاعب العالمي عبد الرحمن غازي العمر استكمال مشوار التألق من خلال مشاركته الأولى في البطولة والفوز بالمركز الأول والدرعة الذهبي لفئة الإكسبريت ليميتد فيما استطاع البطل العالمي محمد بربيع تحقيق المركز الثاني والدرع الفضي لفئة برو جي دي والتي تعتبر من أقوى الفئات وأكثرها إثارة قبل ختام النشر لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع توترات الرأي نيجي جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الرأي تيوب في أمان الله اشتركوا في القناة